ككل مرة يعود الرئيس الأمريكي وسابق دونالد ترامب إلى الواجهة عبر خرجته اللافتة والتي تعود عليها الأمريكيون خلال حكمه بسلطة البيت الأبيض لسانوبيت ترامب وبعد يوم من عملية التفتش والمدهمة لمقر إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI عاد ترامب الأربعاء إلى مواجهة خلفه الديمقراطية الرئيس جو بايدن قائلا إنه كان على علم بكل شيء فيما يتعلق بمدهمة بيته الفخم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية محاولا بذلك تصوير عملية التفتش على أنها خطوة ذات دوافع سياسية من قبل إدارة الرئيس جو بايدن حتى في الوقت الذي يلعب فيه الرئيس السابق دورا رئيسيا في الانتخابات التمهيدية ترامب علق في منشور عبر منصته تروث أن بايدن المسؤول الأول على ما حدث ويوصل ترامب لا ادعاء بين الانتخابات سرقت من خلال تزوير نواسع النطاق كما طالب أنصاره أن يتبرع لصالحه حتى يتصدى لما اعتبرها بحملة مدبرة وترويجا للأخبار الكذبة من خلال مسانداته في مشروعه السياسي البيت الأبيض من جانبه نفى تفتيش من قبل مكتب التحقيقات لمنزل ترامب بالقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بصيادة القانون واستقلاليته ووزارة العدل ولا أحد فوق القانون وأمام هذه التجردوبات في مواقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمثل الأخير أمام قسم المدعي العام بنيويورك ويخضعه لاستجواب وتحقيق مدني بشأن احتياله المفترض في الممارسات التجارية لعائلته موسيقى